شفتي بتاع ده يعني هو شيخ بس ادقني طويلة وملفوف حوالي مدر كلا عن ست اشخاص ومع القالي ده وبيضرف في الهوى خدت بالي ان الشيخ ده بياخد زي زاوية يعني انا ويف قدام انا ما حدفش مساك الموباير بياخد زاوية بيقف على جنب من وراءة عربية فان رحت يرايح في الزاوية اللي عاكسه ان هو مسلا في الزاوية دي انا ورفتي في الزاوية عاكسه كده عشان ما بقاش فراشه ولسه بقول له ليه كده يا شيخ رحمة دي انا خدت يعني انا محسيتش غير برصاصة دي اللي في ايدي دي بعدين خدته ما وقعتش شفت صاحب غندوري خد رصاصة في رجله هو كان قدامي بزبط بحوالي عشرة سنتر خد رصاصة في رقوان وراء يعني هي ضربة الرصاص هم التولي كانوا تلت رصاصات متفرغين علينا هو اخد واحدة فجل وقع وانا خدت اللي في بطني واللي في ايدي سلا ما وقعتش ديتهم ضاهر وجريت لحد ما احتسانت على العربية وحطت ايدي لديت الدم واحتفاهم اللي هو خلاص بق النفس بيخف طوع ما ديتش غير بالدو كان اسمها دكتة واحدة عنان تد التغذيق عملتلي كده في دماري وقالتلي سمي اللوت شاهد سميت اللوت شاهدت واحت ايه نعم سحيت تاني يوم بقى الساحسيت اه في العنام وكلا وصوص الحقيقة دخلت من الشمال خرجت من جنب اليمين يعني من جنب الشمال خرجت من جنب اليمين وصوصة تانية جات في ايدي بس هي ما دخلتش وخرجت من العرض من اخر يا وصوصة جات خدت الجلد باللحم و وعدت بس وصوصة الدخلت دي يعني في التقيم مكتوب انها قطعت الكبد 15 سنتر وعملتلي النزيف في المعد انا ما نزلتش عشان دردستور ولا اعلان دستوري ولا الحاجات دي نزلت عشان لماذا يعني من اول واحد مات لحد جابة صح بس فاللي بيقول دلوقتي الدستور وعلان دستوري وبيهتف في الميدان يقول الجابة جابة طب جابة ما ماتش عشان الحاجات دي جابة مات عشان حق الماذا بس فالا قد تقول لي انقاذ وطني ناس بيتطلع تتكلم في التلفزيون وناس بيتمو اثبتوا على حق الناس اللي ماي ولو عايزين حوقهم خدوا حقهم هتعملوا بقى دستور بتشكدوا اعلان دستوري بتاخدوا حق البلد دي كده مفيش ما زا كان الفلول دب دي الاخوان فان برضو مش معاهم لان هم برضو فنفس الوقت لما هم بيستخدموني ان انا كأداة انا دلوقتي للمعاهم ضد الاخوان فهم هيبقوا فضاه يوم هيوقع الاخوان ههم بنفوزهم وفلوسهم والاعلان بتاعهم هيوحوغدين السلطة اوحانا زا اوحانا هاجع تاني للعبة من اول زي ما انا الاخوان كانوا معايا الحياة دا موباك ويقع وعد كده ههموغدين فانا مش مع الفلول عشان نسكت الاخوان لا انا الواحدي ومع الحق وهوقع الكل من اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة